العيال ناموا؟ العيال فقدتهم بيتفرجوا على التليفزيون هجل حيث لك العشاء؟ لا 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 مش عادي راكل انا لسه واكل لقم دلوقتي مع واحد تاجر كنت بتافي معه على بيعة فصل حاجة بينه وبينك مش حاوز قابل حد المندول اولا حصل ده شوية يا برعي حاجة صعباني علي ايه يا حميدة لو شفت حاله يصعب على الكافر الراجل زي ما يكون الكسر انا خايف على الراجل ده لو جراله حاجة مين حيدور الشابر امال انت رحت فين؟ انا رحت فين؟ قصدك فتح اخوك رح فين؟ انت مش قلتلي ان هو مش هينفع؟ لا كل شوية الحاجة قولي خلي بالك من فتح يا برعي خلي بالك من فتح يا برعي لازم تعرف ان الدربة الجاية اللي هتفتح لك الطريق هو ان فتح اخوي هيتجاوز بنت بشندي ساعتها بقى ابويا هيقامن ويصدق ان مفيش حد غيرك يقدر يدور الشغل قولي يا رب هقول بس انت شد حيلك اجبلك الشيشة ولع الفح هات الولعة خليها ليلة مرمطة قولي بقى بصراحة حاجة سمعت الكلام ده من بره او لو ده برعي قالك عليه ما بقى السر يا بني الكل بقى عالي ولعقاد رأي ويف الجوازة دي هلا يكون فعوله الرجل هيوع يموت يا السلام ها يا عالي يعني لما روحته تتقدم له ما كانش فيه جوازة ولا الحزنون كان بس بيتهرب بصنة تلطافة عشان مستقلني على بنته مش كده خلاص بقى سامين يا بني ده موضوع عده وراح لحاله لا يا بابا مراحش لحاله ولا حاجة الرجل ده بيبصرنا من فوق من فوق قوي شكله كده بيستعرن ننا الناس بهم مليك شايف ايه اللي حصل بنته زرعتنه اكبر خزوم خلينا في الاهانة اللي احنا فيها ازاي يرفض ادن المعال المطوعين للدنيا كلها هتتمنى تسلم عليه انت هتكبر الموضوع هو الرجل ناصك خلاص يبقى يسيبنا على راحتنا هو حد منعك اللي انت عايزه حلو ايه انا بقى هشتعل في البودرة وياك يفتخ بوء وانا قلت لا احنا هابني مش عايزين مشاكل جرائي يا بابا بعد كل اللي حصل وليسه عمله اعتبره اما اموت باعمل اللي انت عايزه لكن ما تجليش على اخر الزمن من صغار دي بعد الشرع ليك يا بابا هو اللي لازم يموت عشان نستريح منه والله هنفضل طول العمر نشتعل وهو واصح علينا